السلام عليكم أخو سيلا بس عليكم هنين جيت اليوم غانتكلم على الإطار المرجعي الخاص بمادة اللغة الإنجليزية باك 2021 أكيد كاملين كتسنو الإطار المرجعي علاش باش تعارفو شنوما الدرس اللي داخلين ولي مداخلين باش ما تضيعش وقتكم في الدرس اللي ما عندكمش في الوطاني طوك من اللي كتحلو الإطار المرجعي كتلقاو أولا هادلان تخو ديكسيون أو مقدمة كيقول لك باللي المتحان الوطاني الخاص باللغة الإنجليزية فيه دائما فيه comprehension النص وأسئلة الفهم فيه language تمارين اللغات ثم عندكم writing وهنا من اللي كتبط كتلقا عدة ساعة الإنجاز بالنسبة لكل مسلك أو شعبة كتبط كيقول لك باللي المتحان نعم سي راح على ربعين فcomprehension عليه 15 على ربعين language عليها 15 على ربعين وwriting عليه 10 على ربعين الامتحان إيه كامل على ربعين ولكن راح كذلك المصحح كيكتب في الورقة ديالك تيكتب النقطة على عشرين سافي كيكتبها بالأرقام وتكتبها بالحروف باش تكونوا عارفين إذن هذا أول شيء هنا من اللي كتبط كيهضرون لك غير على reading سبسكيلز أو المهارات ديال reading إلى ما أخيره حنا ما عندناش الغرض بهذا الشيء هذا بقدر ما عندنا الغرض ما نعرفوه بالنسبة للدروس اللي داخلها الدروس اللي خاصكم تعرفوا هي اللي غادة يستوي فيها هي كالتالي شوفوا معي بالنسبة للوكابلوري أو الوحدات اللي عندكم نغم الموت يكون عندنا في المقاردية التانية الباكالوري عندنا إشراق ولكن هما هنا أعطينكم فقط خمس وحدات هي هادي شوفوا معايا gifts of youth, humor, women in power, cultural issues and values, citizenship سافي هادو هما الخمس الوحدات اللي غادة يستوي فيهم وما هادو خمس وحدات كنهضر على ال vocabulary أو المفردات المفردات الخاصة بال them الخاصة بال units أو الوحدات اللي كينف المقاردة بتانية الباكالوري غادزيد نعم مستي غطغط غتلقى ال collocations شنون ال collocations وما هادو كلمات وما هادو كلمات اللي كيمشيو مع بعضهم كيتواتوا وما بعضهم هادو كلمات كينسبوا بعضياتهم مثلا يسكتك school subject school subject يعني مادة دراسية هادو كلمات كيكونوا ما يسمى بالكالوكيشن داكار كتسمى بالكالوكيشن معناها أنه يتواتم بعضهم كيبشوا مع بعضهم زيد كتلقى هنا سينونيم وورد فرميشن سيختو شوفو سيختو هات السافيكسز السافيكسز كتتحطو من غير هاتشي كامل السافيكسز كتتحطو بزاف بزاف كتر من البرافيكسز برافيكسز انا نحطوهمش في القناة لأنهم ما كتحطوش بزاف ولكنتو ما سيروا قلوا على رسكم وقلوا على البرافيكسز أن حتى غير السافيكسز السافيكسز مهمين ثم زيد غتلقى الفريزال verbs فريزال verbs حتى هادورهم داخلين في الامتحان الوطني لهاد السنة كتهبط غتلقى بالنسبة للغرامة بين الأزمينة الأزمينة بتمنية بتمنية بيهم present simple present continuous simple past past continuous هادو بتمانية انا حطاهم في ملخص واحد رجعوا لي راكم غتستفدو منو بزاف زيد غتلقى reported speech models, passive voice, relative pronouns, linking words بما فيها addition, concession, contrast, purpose, cause and effect فهادو كاملين اللي كتشوفو دابا دابا راهم اللي داخلين كل واحد فيهم اللي هو من درس اللي كنا نقول عليهم انا مدسمة شوية تيبغيو التركيز غير التركيز ما نكونوش صعب كيبغو التركيز صافي هادش راه كامل كين في القناة الحمد لله حيث غير هاد cause and effect غنحطو لكم ان شاء الله قريبا 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 فأنا كنت صراحة كنت سنقل إيطار مرجعي باش منشوف وش نحطوه وما نحطوش انا راح كل شي كل في القناة الحمد لله الفنكشنز ها هما هادو هما اللي داخلين في الامتحان الوطني هاد السنة ان شاء الله باك 2021 هذه هاي الأخيرة هادي نغم الممكن قطيوها الجدع مشتارك هادي invitations الله لك اتقار الجدع مشتارك هادي وده باك حاطين هاتما هدخلوها دي من المقارلة التانية باكالوريا انا ما حطهاش في القناة غنحطها ان شاء الله غنحطها عما قريب غنحطها غير ديروا ديروا سبسكرايب و باش ان شاء الله من الحطة يطلع لكم الفيديو تستبدو منو زيد بالنسبة التكنيكس فور دي لانجوش سكشن اجيش يكامل معناي دونك ما غاليش يهمكم اوي هنا بالنسبة لانجوش سكشن اوي هنا قل لك سيطلبوا منك شنو ممكن تطلب منك ممكن انه اما قل لك provide the correct tense انك تعطي الزمن المناسب احنا كنا هدرو على الازمينة كيطلب منك يعني ضع الفعل بين قرصين في الزمن المناسب قال لك rewriting sentences هذي تطلب يعني قعد كتابة الجمل هذي تطلب منك بالنسبة الدرس ديال passive voice او reported speech فانك تطلب منك انك تعيد كتابة الجمل complete sentences المهم هادشي هادا انتو ماذا بخصكم تعارفوا فقط درس اللي داخلة واللي ما داخلاش في المسيحان الوطني ان شاء الله مو اكيد خصكم تعارفوا حتى writing شنو عندكم هذي العام في حل العام فالصراحة أنا كنشوف تشابه كبير ما بين الاطار المرجع هاد السنة والعملي فات والعلم لله يعني هنا كنشوفوا paragraph كنشوفوا ويك a paragraph عدنا writing an article عدنا writing an email عدنا telling a story فهذه هما اللي عدنا الحمد لله دونك ما كنش ديك writing report ما كنش film review writing report يعني كتابة تقرير ما كنش film review أنك تكتب ريبيو على شي film ما كنش ذكار ما كنش letter رسالة الحمد لله وما كنش لآسي الحمد لله دونك راهاتوا راهوا مزوينين تقدرو أنكم تخدموا فيهم وصفي هذا أهم ما جاء في إطار المرجعي back 2021 الخاص باللغة الإنجليزية إخواني أخواتي في أمان الله